ثمنت سعادة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفداء يده الله بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها وأكدت سعادة وزيرة الصحة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المضافة على الخدمات الصحية بما فيها أسعار الأدوية والمستلزمات الدوائية مشيرة إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية وطنية خدمة للمواطنين وأن وزارة الصحة تبذل كل ما لديها من طاقات وإمكانيات متاحة من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المملكة وحرصا منها على توفير أفضل الخدمات العلاجية التي تواكب كافة احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على متطلباتهم وأكدت سعادتها بأن مصلحة المريض أولا بشكل مستمر وقبل كل شيء وذلك من خلال تنفيذ وتطبيق الخطط التطويرية والمشاريع الصحية المتميزة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمجمل الخدمات الصحية المقدمة للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر